اهلا بكم في اول درس من دروس دورة شطر ستوك نراجع مع بعض الكلام اللي احنا خدناه في المقدمة وهو ازاي بتتم طريقة عمل الموقع طبعا البيع او التاجر او المصور بيحط الصورة بتاعته في منصة البيع زي ما قلنا قبل كده بعد كده في مراحل بتتم لحد ما توافق عليها الصورة وبعد كده بتتعرض في منصة الشراء بيجي طرف تالت اللي هو المشتري بيشتري الصورة بالشكل اللي هو حبه لا اي صورة هو عايزها وعجباه فبيدخل على طول بيشتريها بعد كده بتتحول الفلوس بعد ما يتاخد منها نسبة الموقع بيتحول بقية المبلغ لحساب البايع دي شرحها بمنتهى السهولة فاذا احنا عندنا كده منصتين هي منصة البيع ومنصة الشراء هنشوف منصة الشراء ونشوف ايه اللي فيها بالزبط منصة الشراء هنا وهو الموقع الرئيسي لشاتر ستوك الموقع بيعرض ايه او انت تقدر تعرض ايه في الموقع الموقع مش بيعرض بس فقط صور الموقع بيعرض صور وبيعرض مقاطع صوت وبيعرض فيديوهات وبيعرض كمان ملفات الستليتور عشان تنبعه انا المجال مفتوح عندي مش فقط للمصورين ممكن كمان للمهتمين بالصوت وبيعرض فيديوهات وكمان للمصممين اللي بيشتغلهم على الملفات الستليتور لو جينا بصينا على الوجهة بتاعت الموقع هنلاقي ان الموقع عندنا ممكن يتغير زي وزي اي منصة تانية منصة الشراء بتتغير في التصميم بتاعها وفي ترتيب التولز بتاعتها والقايم بتاعتها كل وقت والتاني في وقت اصدار الفيديو ده هو ده الشكل المعتمد بيبتدي من فوق خالص باللوجو بتاع شاتر ستوك وده اللوجو ده المعروف والمعتمد عندهم لو جينا للقايمة الاساسي عندنا اول حاجة هي الصور من ضمن الصور هنا في ملفات الفيكتور ودي الخاصة بالمصممين اللي بيشتغلوا على الكرل درو او بيشتغلوا على الستليتور او البرامج المشابهة للبرامج ديت بعد كده بيجي ملفات الفيديو والملفات الفيديو ديت بتكون ملفات صغيرة بيستخدمها الناس اللي بتشتغل في المونتاج بتشتغل في الميديا بياخدوا مقاطع فيديو منها وبيبدأوا من هما يدخلهم بيبدأوا ان هما ياخدوها ويشتغلوا بيها في المقاطع الفيديو اللي هما بيمنتجوها بيشتغلوا عليها في بعد كده كمان المقاطع الصوت في بعد كده التولز وديت بعض التولز اللي هو حدتها الموقع هنتكلم برضو عليها وبعد كده البلوغ الخاص بالموقع فيه الاخبار وفيه بعض المقالات اللي بتخص الديزاين بتخص الفيديو بتخص الكنتروبيوتر واخبار الموقع نفسه على اليمين منلاقي جيت هيلب بديت لو ده الهيلب ديسك تاحهم ده لو انت عندك اي مشكلة او اي حاجة انت عايز تتواصل معاهم هذا ندخل على منصة البيع من الجزئية ديت بعد كده فيه الاسعار وبعد كده بيجي اللغات والموقع موفر اكتر من اللغة ولكن الاسف هو ما بيدعمش اللغة العربية بعد كده في الايكون الصغيرة دي دي خاصة بالحساب بتاعك لو جينا نزلنا التحت خالص عشان ناخد الفطر فيه حاليا موجود تلتمية وتسعة مليون صورة موجودين في المنصة تقدر انت تشتري اي واحدة منهم في مليون صورة اسبوعيا بتنضاف مليون وتلتمية طبعا بعد كده في بعض المعلومات او الصفحات الخاصة بالشركة نفسها بعد كده موجود فيه الصفحات الخاصة بالشراء ايضا فيه هنا الموبايل ابليكيشن بتاعهم تقدر تنزله من هنا قسم الساببورت بتاعك من هنا وفيه البرتنر كمان موجودين هنا والقواعد والقوانين والشروط والاحكام بتاعة الموقع برضو موجودة هنا دي نظرة بس وسيطة عن الفطر تقدروا انتو تدخلوا وتشوفوا وتشايكوا على كل صفحة من الصفحات ديت هنبدأ هنا بالامج الاول اول ما نفتح الامج بيكون عندنا الصفحة بالطريقة ديت هو عرض لي هنا افضل الارتست الموجودين في الموقع اللي بيبيعوا الصور او بيبيعوا فيديوهات او بيبيعوا الفيكتورز ايا كان هو بيحطها لك في المنطقة ديت بعد كده بيحط لك بعض الكاتجوريز او الاقسام اللي موجودة عشان نعرف الطريقة مشي ازاي في الموقع لازم نبعارفين ان الموقع عبارة عن مكتبة مكتبة صور مكتبة فيديوهات مكتبة مقاطع صوت المكتبة دي عبارة عن ايه عبارة عن اقسام وليكن انت عندك مكتبة في البيت بتحتوي على اكتر من كتاب فانت بتقسم الكتب سواء كتب طبية كتب علمية كتب دينية كتب رياضية ايا كان بتقسمها كل مكان عشان تبقى سهلة الوصول للكتاب اللي انت محتاجه نفس الفكرة بس على طريقة كبيرة ايه التقسيمة بتاعت الموقع هنا هو عبارة عن الكاتجوريز الكاتجوريز ديت او الاقسام ديت موجودة خاصة بالموقع هو بيقسمها على حسب الاقسام او على حسب الصور اللي موجودة ونوعيتها عندنا هنا ده محرك البحث بتاع الموقع تقدر تكتب في اي صورة او اي اسم انت محتاج بتبحس عنه عشان يسهلك الوصول ويبعتك على الصفحة الخاصة اللي لمملك فيها كل الصور الموجودة في المكتب او تقدر تبحس عن قسمه معين انت محتاجه عن طريق الاقسام اللي هي الكاتجوريز اللي في الموجودة في الجنبان لو انا حابب ابحث عن كلمة وليكن كار انا ببحث عن سيارات بحث عن عربيات فبكتب كلمة كار فهو بيطلع لي كل الصور اللي موجودة هنا بتخص الكار طبعا القيمة اللي على اليسار ديت دي هناخدها في درس خاص له لوحده والقيمة ديت هي قيمة اسمها فيلترز ديت بتساعدك ازاي تختار الصورة بطريقة سهلة ويوصلك للصورة اللي انت عايزها باسهل الطرق الكلام ده طبعا له علاقة بالبيع وحناخد الفلترز ديت واعلاقتها بالبيع في درس خاص لوحده ولكن احنا بناخد بصفة عامة دلوقتي ازاي نعمل بحث فاحنا بنعمل بحث عن السيارات مثلا كتبنا هنا كارز فبتطلع لنا على طول الصفحة الخاصة بالكارز الكارز هنا زي ما احنا شايفين لما كل الصور اللي فيها علاقة او لها علاقة بالعربيات سواء صور مرسومة زي ما احنا شايفين ايكونز حاجات زي كده او صور طبعية زي ما احنا برضو هنا شايفين انا لو جيت هنا هلاقي ان فيه هنا بيقول ان فيه خمسة مليون صورة موجودة على الموقع الخمسة مليون صورة دول بيتكلموا عن العربيات او على السيارات الصفحات بتاعتي اللي موجودة هنا خمسين الف صفحة خمسة مليون قسمهم شوف كم صورة في الصفحة يطلع لي على طول هنا العدد بتاع الصفحات خمسين الف صفحة موجودين فيهم صور مليانين بصور عربيات تختار منهم زي ما انت حابب فدي طريقة البحث عن الصورة اللي انا عايزها طيب لو انا عايز ابحث عن طريق الاقسام بتاعة الموقع وليكن انا هختار مثلا مثلا الحيوانات اول ما حضغط على حيوانات حيجبني على القسم الخاص بالحيوانات وحيبدأ يوريني كل الصور الخاصة بالحيوانات فقط اصبح ان عندي كده اقدر ابحث عن اسم معين عن طريق عن طريق البحث او اقدر ابحث عن طريق الاقسام اللي ناخد حياة تانية زي تعليم كل ما يخص التعليم سواء فيكتور رسوميات او سواء صور نقدر بعد كان حدد احنا عايزين فيكتورز وصور عن طريق الفيلترز ولكن دي احنا قلنا هنأجلها لدرس تاني يبقى ادي كده شكل الموقع احنا كان نتكلم عن الصور طريقته سهلة وبسيطة فرضيا انا عجبني الصورة دي اتوليكن اخدت الصورة بلاقي هنا طريقة عرض هو عملها لي وحاطت لي عليها العلامة المائية لو نلاحز هنا هنلاقي العلامة المائية موجودة هي اللوجو بتاع شاترستوك بالطريقتين دول وكلمة شاترستوك بالطريقة ديت وده اسم الشخص نفسه صاحب الصورة اسم البايع ومحطوطة في كل حتة موجودة عشان خاطر تحفظ حقوق الصورة وانا هي ما تتسرقش او تتاخد من اي مكان تمام فحطت هلق كله طب لما باجي اشتري بلاقي كلام ده لأ لما بتيجي تشتري بتلاقي الصورة بيور فضية خالص ما فيهاش الوطر مارك دي كلها وبتلاقيها سهلة الاستخدام على طول بدون الحاجات دي كلها وبجودة عليها لو حابب انا اشتري من هنا او خلينا الاول بدلا ما نقول نشتري نشوف ايه هو الحاجات اللي موجودة في الصفحة دي عندي اول حاجة هنا السمول والمديم واللارج وديت السايزات اللي موجودة عندي كل ما انا بضغط على سايز معين بيتغير عندي المواصفات بتاعت الصورة يعني لو انا حابب اخذها سمول حيتجيني مقاسها خمسمائة بيكسل في ميتين واحد وتسعين بالسانتي هيكون اربعة واتنين من عشر سانتي في اتنين ونصف سانتي تلتمية دي بي اي ده بتاع الصورة والاكستنشن بتاع الصورة هيكون جي بي جي البيكسل هي وحدة قياس الصور للناس بقى اللي هي ايه مش عارفة الحاجات دي البيكسل بيموز لها بي بي اكس ديت وحدة قياس الصور زي السانتي انا لما اجا اقول لك انت طولك كم حتقول لنا اطولي مثلا مية وتمانين مية خمسة وتمانين سانتي نفسه حاج صورة بتتقاس بالبيكسل حجمها طول فاشار 500 بيكسل في ميتين واحد وتسعين. اكيد الخمسمائة اللي هما العرض لان العرض قدامي اجبر من الطول او اجبر من الارتفاع والميتين واحد وتسعين بيكسل هو ده اللي ارتفاع. بعد كده بيحسبها لك كمان بالسانتي لو انت مش حابب تحسبها بالسانتي بالبيكسل بيحسبها لك بالسانتي يعني عندك طريقتين للقياس أربعة واثنين من عشر سانتي يعني اربعة سانتي واثنين من عشرة في اتنين ونص سنتي. لو انا كبرت هنا وخليتها ميديم هتلاقيها كبير لان المساحة اكبر. فباعت الف بيكسل في خمسمية وتمانين يعني تمانية ونص سنتي في اربعة وتسعة من عشرة سنتي. ده المقاس بتاعها. واللارج باعت اكبر. باعت ستة تلاف وخمسمية بيكسل في تلات تلاف سبعمية تسعة وسبعين بيكسل. يعني خمسة وخمسين سنتي في تنين وتعاتين سنتي. يعني كده المساحة اقدر اشتري الصورة دي باكتر من مساحة. انا عايزها صغيرة. حاستخدمها صغيرة. بطلب 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 زي ما انا عايز. فيه هنا حاجة اسمها لو انت تغطي على هو هيشرح لك هنا الميديم ايه والسمول ايه واللارج ايه. تمام? ويقول لك انت تقدر تعمل ده اللي دي والدي والديت. وكل واحدة بتستخدم في ايه? يعني وليكن خلينا ناخد المسال بيقول لك هنا يستخدم في يعني بتستخدمها في الحاجات ال بتستخدمها في موقع تمام موقع وحایت استخدمها في موقعerna اه اللارج ممكن تستخدمها في يعني في الحاجات اللي هي هتنتبع بس تكون حاجات صغيرة. حاجات هتتبع على ماء سات صغيرة. او حتستخدمها ايضا برضو في الديجتال يوز في الحاجات الخاصة بالديجتال سواء سوشيال ميديا او آآ مواقع او ما شبه زلك. اما اللارج فانت هتستخدمها ودي انسب مقاس تستخدمه في الديجتال تمام? وآآ بتاخدها بتاخدها اوريجنال بتاخدها اوريجنال من من البايع نفسه يعني بتاخدها باعلى جودة هو حاطتها البايع آآ او عرضها على الموقع. تلتمية دي بي اي. الدي بي اي ده هو هي دقة الصورة. كل ما كانت الدقة عالية كل ما كانت الجودة بتاعت الصورة عالية. يعني كل ما كان دي بي اي عالي كل ما كان الجودة بتاعته عالية. في اقل من كده في اقل من كده ولكن جودتها بتبقى اقل من التلتمية. فهي دي جودة الصورة. الجي بي جي او الجي بي اي جي. ده الاكستنشن بتاع الصورة. يعني بمعنى صح الاسم العيلة بتاع الملف. اي حاجة على جهاز الكمبيوتر او اي ملف على جهاز الكمبيوتر بيكون له امتداد. الصور لها اكتر اشارهم طبعا الجي بي جي. وهي حاجات تانية زي البي ان جي زي ال جي اي اف. ودي صور بتبقى متحركة. فانا عارف ان انا لما باجي اشتغل على صور متحركة. فلازم هيكون الامتداد بتاع اسم العيلة بتاعه. هيكون جي اف صور متحركة. اه ممكن الصور بين جي استخدمها عشان خاطر هي بتقبل ان انا اعمل دايكات او بعمل قص لمحتوى الصورة وباخد جزء معين من الصورة والخلفية بتاعته بتبقى تبقى شفافة. فاقدر اخد الصورة واسيفها على السن هي تبقى شفافة. فانا لو عملتها اه سيفتها بالجي بي جي مسلا هيكون الخلفية بتاعتها الريدي على طول بيضة. ولكن لو انا عايزها شفافة عشان اخد بس الابجيكت تاعة او العنصر اللي انا كنت اقصه فلازم مسايفه بصيغة زي البي ان جي. فيه فيه صيغات كتير جدا اه تانية للصور وفيه صيغات كتير جدا خاصة بالبرامج بتاعت التصميم زي الفوتوشوب والحاجات ديات فيه وفيه 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 حاجات كتير جدا. ولكن احنا الغرض من اللي نشرح الموضوع ده ان احنا بس نعرف الناس اللي مش عارفة الموضوع بتاع الاكستنشن ده ان الاكستنشن هو عبارة عن اسم العيلة. ماينفعش ملف صوت يكون امتداده جي بي جي. جي بي جي معروفة على طول انه هو يكون صورة. طب الصوت فيه ممكن الانبي سري ممكن الوايف ممكن حاجات تانية كتير. ولكن احنا مش هندخل فيها زيه زي ما هيكون برضو فيه الملفات الفيديو فيه اكتر من امتداد. يعني بمعنى صح الجي بي جي ده هو امتداد الصورة وده اشهر امتداد موجودة عندنا. هو هنا بيقولك كمان لو انت محتاج لو انت محتاج مقاس مختلف تمام. انت ممكن تعمل هنا يعني تعمل عملية اختيار لمقاس معين عن طريق الادتور. والادتور ده بيفتح لك الشكل اللي احنا شايفين وده. ده عملها عشان خاطر تعدل مقاسات الصورة اللي انت هتختارها بالطريقة اللي انت عايزها. وهتطلق كمان هنا موجودة على اساس ان انت تسليكت عليها على طول يختار لك بتاعها اللي هتكون موجود فيها. بمعنى اصح الاريجنال بتاعها هو خمس تلاف في اكسل في امتين في الفين تسعمية وسبعة. لكن لو انا عايز الفيسبوك اميتش لو انا عايزها الصورة فيسبوك فانا ضغطت عليها كده فحيروح عملي كروب عليها بالشكل ده. اقدر انا اعرف ان الصورة بتاعتي هتكون كده ديت صورة للفيسبوك. لان دي الابعاد المعتمدة في الفيسبوك. الفيسبوك كافر لو انا حامله لصفحة فيسبوك بتكون ابعادها الف سبعمائة واتنين في 638 بيكسل. فهو على طول بيحدد لي الشكل بتاعها اللي هو الشكل الخافت ده ده اللي مش هيزهر. الشكل الواضح قدامي ده هو ده اللي هيزهر. وابدأ انا احدد الصورة بتاعتي بالزبط وبعد كده بختار وبعد كده بعمل على الصورة بتاعتي عشان اشتريها على طول. هنا انا عايز اصيف بتاع الصورة ديت عشان خطر اجعلها بعد كده وهنا انا عايز اشيرها على الشير وهنا عشان افتحها كشكل كبير بالطريقة دي وطبعا بيجي عليها الشكل اللي احنا شايفينه ده الامج اي دي دي ده ال اي دي دي الهوية بتاعت الصورة دي كل واحد له هوية رقم بطاقة رقم هوية نفسه هو هو برضو الصورة لها كود معين الكود ده او الرقم ده هو ده رقم الصورة اللي موجود ومعتمد في الموقع نرجع تاني بعد كده انا بعمل هنا edit this image نفس نفس الفكرة اللي احنا قلناها من شوية وهنا download هنا الشخص اللي مسور الصورة او اللي عامل التصميم او اللي عامل الصورة ديت تمام هو الشخص ده لو انا حابب ادخل على البروفايل بتاعه واشوف صوره كلها باضغط بس عليها اضغط عليها كده تمام بيطلع لي البروفايل بتاعه والصور كلها اللي مسورها تمام ومعلومات عن المصور او المصمم اللي مسور الصورة هنا ارجع تاني هنا بعد كده بيديني description بيديني الوصف بتاع الصورة ماشي back to school وبيوصف لي الصورة نفسها والوصف ده احنا هاخده في وقته بس افتكرهم الجزئية دي خليكم مفاكرين الجزئية ديت بعد كده الكلمات الدلالية ولو عملتش امور هنا هلاقي بقية الكلمات الدلالية اللي حاطيتها على الصورة وبرضو افتكرهم الجزئية ديت عشان هنرجع لها فترة بدل الفترات بعد كده بيقول لك يعني حاجات مو شابهة ولو تلاحظوا ان هنا الصورة كان عليها ولد وقعد على كتاب الحاجات المشابهة له بتكون بنفس الطريقة برضو اطفال مع كتب وكلام من ده سي اول هتشوف حاجات اكتر من كده بعد كده بيقول لك سيم مو دل بيقول لك نفس المو دل نفس المو دل اللي معمول هو بيجيب الصور بتاعته وحنعرف بعد كده هو اجاب منين ان ده سيم مو دل بعد كده بيقول لك سيم ارتست نفس الشخص او نفس المصور اللي مصور دي الصور بتاعته وكل واحدة بيبقى تحتها سي اول سي اول سي اول عشان تشوف الحاجات الاكتر دي كده بمنطقة البساطة لو انا بعمل بحث عن صورة وعايز اه اشتريها او اتفرج عليها واشوفها ها هي احنا سيبني ولا لا لو انا عاجتها انا اعملت داونلود هيبدأ يقول لي الاسعار بتاعت الصورة احنا هناخد الاسعار بتاعت الصورة في جزئية خاصة بيها او في درس خاص لوق بي ولكن هنا بتقدر تشتري الصورة ديت او بتقدر تشترك في الباكيج الباكات اللي هم عاملنها بحيس ان انت تختار اكتر من صورة وتوقف عليك الصورة بعد كده هناخد الموضوع ده في جزء ثاني خاص به وكده احنا هنرجع على شطر ستوك من الصفحة الرئيسية تاني لو نلاحز ان احنا بعد ما اشتغلنا شوية على الموقع ورجعنا تاني على الصفحة الرئيسية قال لي ان انت شكلك حابب او مهتم بالصور دي وجاب لي بقى صور خاصة بالتعليم والاطفال زي ما شفنا من شوية الصورة اللي احنا نكمل ده خلناها ليه هو عرف كده احنا عادنا فترة طويلة في الصفحة بتاعت الصورة فهو على طول حلل ان الشخص ده بلايبيل فلاني قعد في الصفحة ديت فهو مهتم ان هو يقرأ فاصبح ان هو بعد ما يطلع تاني انا اروح مديله على طول افضل الصور او احسن الصور اللي شبه دي جايز ان هو يكون كان بيدور على حاجة زي ديت فانا احطها له على طول في الصفحة الرئيسية عشان تكون قدامه ويقولك انا بقترح عليك كمان بعض الصور اللي بالشكل ده طيب كده احنا اتكلمنا عن الصور بمنتهى البساطة خلينا ناخد القسم التاني فيديوهات قسم الفيديوهات هيكون نفسه هو هو الصور بنفس الطريقة عندي البحث عندي الكاتاجوري ولكن الكاتاجوري هنا هتلاقيها الاقسام هتلاقي هنا مختلفة بعد كده عندي الصفحة الرئيسية بتاعتي بالشكل ده فيها بعض الاقسام اللي موجودة التكنولوجي يبقى خاص بالتكنولوجيا البيبول اي حياة فيها ناس السلو موشن الحاجات اللي فيها سلو موشن تحريك بطيء البيزنس اللي فيها اعمال الطبيعة وهكذا لو انا دخلت برضو على اي واحد من دول ودخلت هنا مسلا على وليكن انا هدخل هنا على طول على بيبول مسلا او اكتب انا هنا انا عايز ايه? هيطلع لي برضو نفس الفلتر اللي احنا شفنا ده حنتكلم عليه بعدين وهنا لو جيت على اي فيديو وافتع عليه بس شوية كده هيتحرك على طول عشان مش لازم افتح واعمل لود للموضوع بيقول لي هنا الجودة بتاعته اتش دي هنا الجودة بتاعته فور كي هنا المدة بتاعته ستتاشر سانية 18 سانية 20 سانية فانت بتشوف ايه المناسب ليك وبتختاره هنا وليكن انا هختار ديت هتطلع لي بالشكل ده على طول الريدي هتشتغل على طول اول ما افتحها طبعا احنا قلنا الحاجات دي بتستخدم فينا جماعة بتستخدم مع الناس اللي بتشتغل في الميديا والناس اللي بتشتغل في المونتاج والكلام من ده هنا بيقول لك بتاع الفيديو هنا بيقول لك مين الشخص اللي عمله هنا الاي دي بتاع الفيديو زي ما قلنا وهنا بيقول لك الفور كي تمنه مية تسعة وسبعين دولار مساحته واحد وتمانية من عشرة جيجا العشرين سانية دول يا جماعة بجودة الفور كي تمنهم مية تسعة وسبعين دولار عشان تشتريهم طبعا ده المقاس بالبيكسل اربعة تلاف ستة وتسعين في الفين مية وستين وده الاكستنشن اللي هي ام او في ده الاكستنشن بتاعه او المتاج بتاعه زي ما قلنا زي هناك الشي بي جي احنا قلنا هنا الاكستنشن بتاعه ام او في ومساحته واحد وتمانية من عشرة جيجا الكام سانية العشرين سانية بيتباعه بمية تسعة سبعين هتقولي ده كتير قوي اه كتير ليه الفيديوهات طبعا عمرهم هتكون بنفس سعر الصور الصور بتكون سعرها قل لكن الفيديوهات بتكون سعرها اعلى ليه لان الشخص اللي مسورها اكيد في في بطل في اكشن في في سيناريو بيتعمل في اضاءة في في اه كاميرا جودة عالية يعني حاجات كتير جدا فاكيد العشرين سانية اه في مونتاج بعد كده كمان بيتعمل على المقطع ده لحد ما يطلع لك بالشكل ده وانت تاخده عالجاهز عشان تشتغل وتحطه في الفيديوهات بتاعتك فاكيد ده عليه شغل كتير جدا اكتر من التصوير فعشان كده سعر اسعارهم بتبقى اه شوية مرتفعة يعني ممكن فيديو من ده يتباع لك مرة واحدة مية تسعة سبعين دولار بعد كده نفس القصة اللي كانت في الصور برضو بيقول لك ان في حاجات مشابهة له من هنا وفي ممكن تستخدم كمان الميوزيك ده مقطع الصوتي ده هنا وفي حاجات تانية خاصة بنفس الموديل ونفس وهكذا اه احنا ما تكلمنش هنا عن اتش دي في طبعا جودة الاتش دي بتسعة سبعين دولار وطبعا نفس القصة بقى حاجة مهائية وكلها هنا وجودة الاس دي وديت اقل جودة بخمسة وستين دولار وحجم بتاعها وكله طبعا الاكستينشن اللي بيتقابل م او في وي بخمسة عشر ميجا المساح بتاعته هناخد مثل عنديات ونشوف دي برضو جودتها فور كي دي منها جودة فور كي و الاتش دي ولكن هنا مفيش اختيار انت متقدرش تختار هنا الجودة بتاعتك انت هنا عندك هتاخد الاثنين انكليودد الاثنين هتاخدهم بسعر تلتمية تسعة تسعين دولار طبعا هنا هنا في بقية القايمة دي كلها دي طبعا بقى تقسمات ليها يعني مرة يقول لك بس انا نقول كتاجرز الاقسام كلها يحطها لك اه مرة الشاتر ستوك دي اللي هو الحاجات المختارة من الشاتر ستوك وهكذا في الامج في كل حاجة هتلاقي نفس الطريقة طيب نيجي بقى للقايمة ديت وهي القايمة المختصة بالصور العامة يعني ايه الصور العامة في ناس بتصور ساعات حاجات لها خاصة بخبر معين بمشهور الناس من المشاهير رئيس من الرؤساء فنان من الفنانين رياضي ماتش كورة ملاعب ايا كان الحاجات دي كلها الحاجات العامة دي كلها تحط تحت القسم ده وبنختار اه الصور عشان يباليك احقيا ان انت تشتري وتنشر صورة زي ديت او تستخدمها لازم تشتريها من هنا ادي عندك ادي ترامب هوت ونزل من الطيارة وعندك مش عافية دي كلها اخبار تمام ممكن ادخل هنا ارجع تاني وادخل على الرياضة وادخل هنا على الرياضة طبعا ام اعمل بحث برضه زي ما انا عايز من هنا ماشي واختار اي حاجة ولا يكون ماتش ده ده يوفينتوس مش عاف مين ادي الماتش ادي الصور الداخلية بتاعت بتاعت الحدث نفسه او الخبر نفسه تمام الصورة ديت انا عايز استخدمها ليه بقى الناس بتشتغل في الحاجات ديت لان في مواقع اخبارية مثلا بتحتاج ان هي تاخد صور وتغطي اخبار معينة ماتش زي ده مثلا في موقع رياضي عايز يصور او عايز يغطي الماتش ده ويستخدمه بطريقة اه قانونية مش بطريقة اه اخد صورة كده من على النت وخلاص فما عنديش مصورين لكن عندي مصورين حبعتهم واروحوا ماتش في مكان اللي بيتلعب فيه وانا مسلا موجود في دولة تانية طب وليه كل ده عندي ناس بتحط الحاجات ديت على طول فانا اخد من الصور ديت واستخدمها واشتريها افضل لي من انا اعمل تكاليف دي كلها وباخد الحاجات دي واشتغل عليها بيقولك الاسعار بتاعتها مية وتسعة وتسعين دولار لو انت هتشتريها صورة واحدة ولو انت هتشتري خمسة وعشرين صورة من دول هتشتريهم بالفين ربعمية تسعة وسبعين الفين ربعمية تسعة وسبعين دولار لو انت هتشتري خمسة وعشرين صورة زي دي الطريقة بتاعة الصور العامة اللي مش خاصة بك انت دي عامة زي اخبار ومشاهير وكلام بعد كده في الميوزيك الميوزيك هنا واللي هي الصوتيات الصوتيات نفس القصة ولكن هنا مختلفة شوية هنا بتيجي تعمل بلاي بتسمع طيب الصوتيات دي احنا منستخدمها في ايه؟ منستخدمها في عمليات المونتاج لما منحب نعمل منتاج لفيديو لما منحب نعمل منتاج لحاجة معينة فمندخل نقطع الصوت ديت معها خلفية صوت أو حاجات زي كده فانا اقدر اشتريها هنا واخد حقوق الاستخدام بدعتها عن طريق ان انا اشتري اشتريها من هنا من الموقع واستخدمها زي ما انا عايز انا اخترت مثلا ديت اوكي فبعمل اتو كارد بالشكل ده وممكن ادخل هنا اعمل فيو عشان اشوف ان السعر ديت 49 دولار بالشكل ده ساوند تراك معين تمام حاخده بتسعة واربعين دولار وطبعا هنا اللينسيز بيختلف كل ما بتختار نوع التصريحة ونوع الاستخدام بتاعك ايه يعني هنا مرد تسعة واربعين وهو نفس الملف يدبع بربع منه تسعة تشر دولار كل واحد يتبلوه المميزات بتاعته في استخدامك حقوق استخدامك له صراحيات استخدامك له بعد ما تنزله مش هتنزله خلاص تنزله وتعرف كمان بتاعتك ده كده بشكل بسيط الشتر ستوك اغلبية المواقع هنحناخدها برضو ونفقدها واحدة واحدة بالتفصيل ولكن بالشكل اللي احنا شايفين ده كله بيبقى متشابه ولكن بيختلف من موقع للتاني وشريحة السعر بتاعته بتختلف وحاجات كتير جدا بتختلف من موقع للتاني ولكن احنا دلوقتي مركزين على الشتر ستوك فاحنا كده اخدنا بشكل عام كده يعتبر جزئية الخاصة بالموقع او المنصة الشراء عرفنا ازاي نشتري عرفنا ازاي نستخدم البحث عرفنا ايه مكونات الموقع سواء من صور من فيديوهات من صور عامة ومن مقاطع صوت هنخلي قايمة التولز ديت في درس تاني لوحده عشان اه وقت الوقت الدرس ما يتولش اكتر من كده اه اشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية احناخد فيها قايمة التولز وناخد فيها كمان الاسعار شكرا ليكم واستنوني الحلقة الجاية ان شاء الله سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا الا 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 ان باستغفرك قاتب لك شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة